السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب ان شاء الله نتكلم عن التوتوريالبانوية اكيلر سيمتومس هو التوتورياليان الدكتور محمد عمل داتا وفيه الدكتور الهام من اسمات ريوكورد بتاعها جارحة من داتا مختلفة انا حاولت اتفرغ الكلام اللي هي كتبة لان مش لايه داتا بتاعتها فنقول بإذن اللي الكلام من الدكتور محمد من الداتا وبعد كده أبوريكم التفريغات اللي احنا كتبناها نقرأها مع بعض نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم احنا الاول اول حاجة بقول لك اناليزيز اسكيتو دياجنوزز احنا عارفين اصلا ان انا ماخد هستوري من بيشانت ده يديني تبرين في المئة من الدياجنوز فاول ما البيشانت يدخل يقول له تشتكي من اي حاجة ايه مثلا ما تكشف يا دكتور وانت تعرف حاوضرها اكشف طيب انا بقى ممكن ايه مدام هو مش راد يقول لي هستوري نوع ده حليبه في الكلام كده لحد ما اقدر بقى اوصل الهيستوري بتاعه ما من خلال الساينت والحاجات اللي باشوف اول حاجة بيقول لك ان انت استمع للباشنت بتاعك كويس سيمتون صوت بيريليابل كونسيستانت اند ريليفانت تخد بالك من السيمتون اللي هو بيقولها او الساينت اللي هتشوفها وتكون مناسبة لبعضها كونسيستانت يعني تكون واضحة ده اصلا بارح وانا ماشيت خبطت في العربية رجليه مش عارف ايه لا استبعد الكلام ده كله ده كله هاري طيب بيقول بقى الريلاتيف بقى عاملية من نفسه اصطيق دكتور وبتاع فوقك من الريلاتيف ده خلص تجاهله طيب بعد كده بيقول لك اديهارة مهم كون من البين والسويلنج ودستيربنس فانكشن هو اصلا هو هيجي يشتكي من ايه عينه دي اتمي والعين المفروض بتاعتها يمش انه يشوف بيقول مثلا انا عندي بلورد فيجن يا دكتور مش شايف كويس يا دكتور انا حاسس ان انا بزغل مزغل عندي مش بشوف كويس من قريب مش بشوف من بعيد ده اللي هو المشكلة في الرؤية اللي هو وظيفة العين نفسها عندي بين عندي واجع يا دكتور الواجع ده مش عارف ايه ده بيجي بالليل بيزيد بالنهار بتاع سويلنج طيب ممكن يقول لك يجي يشتكي من بين ابدأ بسأل عن طبيعة البين ده عامل ازاي بيزيد امتى بيقلة عنده ريدنس يعني حمره شكل ديستراج ده عامل ازاي او الكنسيستانسي بتاعته الفيسجوز دي طيب ده كله هاسأل عنه طيب عامل ازاي اناليزيز للسيمطومز ديت عندي شوية سيمطومز امتى باقول له ابدأ باقول له عندي شوية حاجات الانسات والكورس والديوريشن والبوسيبول كورس طيب الانسات ده ازاي امتى الموضوع ده جا مرة واحدة ولا جراديول ولا الموضوع تدريجي اكيوت زي مثلا الريتنال ديتاتشمنت حاجة بتيجي مرة واحدة ولا حاجة تجراديول مثلا زي فقد النظر اللي بيفقد كل شوية شوية ده بالنسبة الموضوع الريتنال ديتاتشمنت الكورس هل موضوع بيزيد مع الوقت بيزيد مع الوقت زي مثلا الموضوع الميا البيضاء طيب ولا هو رجريسيف بيقل شوية شوية كورنيا الالسر ولا هو سيشنري الموضوع سيبت الريتنال ديتاتشمنت الديوريشن بقلو قد ايه معيك هل هو حاجة حصلت دلوقتي ولا ايه بقلو قد ايه اسبوع اسبوعين كده هل حضرتك خطة معينة انفلاميشن اتعرضت الحاجة كده بعد كده نبدأ نسأله عن اذر اسوشياتيد اوكلور سيمتوم نبدأ نسأله هل حضرتك بدي لبس نظرة طب اخر مقاس عمله امتى طب النظرة ديت مرتاح فيها كويس ولا ايه طيب اله يعني الدنيا ماشية ايه معايك حضرتك بتلبس لينسس صح طب اللينسس دي بتاعتك ولا مأجراها من عند امر الوكالة ولا ايه دي الحكاية بالزبط لان بصراحة ان الموضوع اللينسس ده بيتعب اصلا طيب بعد كده الميديكيشن حال حضرتك بتاخد دواء الدواء ده مثلا ممكن يكون مأسرع العيون زي الاستيرايدز اه عندك بتاخد دواء عمل لك الليرجي معينة طيب دي كتقول لك يا دكتور ده انا عيني حمرة وبالليل مش بشوف كويس وبتاع وبعد انت رجعت اقول لك ايه اصلا كنت عامل لازك من ثلاثة اربعة ايام حضرتك بتستهابلي طب ما هو اللازك هو السبب يعني انت غلطان انت مسألش عن ان هي عاملة سيرجي ولا لا بعد كده المريض اللي قدامك سنه قد ايه لو مسأل في سننا كده يعني يونج قاضلت كده او اصلا مش يونج كبير انا خلاص نبدأ نقول انه ممكن يكون عنده مشاكل عايز نتضارة طيب لو كان كبير شوية ممكن مياه بيضة ممكن موضوع الليكوفاكشن ممكن موضوع اراية وبتاع طب السكس في امراض كومون في الميل عن الفيميل زي مثلا الفيميل ممكن يكون عندها موضوع الليوه اسمه سيروتوكسيكوز اكزو فالموس ده ممكن مثلا موضوع الجولوكوما هو كومون في الفيميل اكتر من الميل او الفاميلي هستوري اللي فيه حاجة بتتمشي في العيلة وحاجة وراسية زي الجولوكوما لهو عنده اصلا هستوري من الفاميلي فمفروض ما استبعتش الموضوع ده ده كان برعا شوية مفاتيح كده بتحاول تسهلنا ازاي نعمل اناليسيس للسيمطومس ده بعد كده بيقول لك ايه الاي بين طبيعة البين ده يكون عامل ازاي بيجي البيشنط ليه يقولي يا دكتور انا عيني بتوجع عني اقوله طبيعينك بتوجعك ولا مش شايف كويس هل مثلا ممكن يكون مشكلة انه مش شايف كويس ده عامله مشاكل على عينيه عامله واجه عينه ولا هي ابدأ بانا اسأله عن طبيعة الالم ده عامل ازاي هل هو بريكينج مثلا او هي بنس حاسس بتقل او اتشينج حكا او كده انست بقاله قد ايه طب هل هو انست قصدي يعني بيجي جاي مرة واحدة عن الموضوع ديوريشن بقاله قد ايه بالضبط يبوسوا بالقوص هل حضرتك مخبوط مثلا تروما هل بتلبسي كونتكت لينس لو هي قالت لك انها عندها اتشينج مثلا اسوشييشن هل يعني فيها ريدنس انا شايفه هل فيه ديستشارج او فيه مشكلة الفيشن فيه مشكلة يعني حاس نوم الشايف كويس مزاغ الليل بيشوفكو بالليل اقل بيشوف بالليل اكتر هكذا سيستيميك ستيتوس ابدأ اسأله مثلا حضرك عندك سكر او ضغط حضرك عندك مثلا حاسية من دواء معين او بتاخد ميديكيشن ميديكيشن خدت دواء مؤخرا هو عمل لك كده حصل تزامن مع الدواء ده ان هو بده تتحس بقلم في عينك او سيرجيري تعرضت العمليه في عينك قبل كده عمل مثلا القطرة او مثلا الليزك او الحاجات دي قبل كده طيب هنبدأ بقى نشوف حبة بيشنت مبتوعنا كده عشان ندخل في الجهة ونحس ايه ان احنا ده كاترة وبتاعه جالك البيشنت ته وبتقولك ايه هنتكلم الاول في موضوع الايبين الموضوع الايبين جاب وجع تسكونفر تقولك يا دكتور انا مش مرتاحة فحضرك اول ما تشوف عينيه هتلاقي في عينيه حمرة قدامه قدامك بعد كده هتلاقي ان فيه يلوش يعني معناها ان فيه او معناها ان فيه زي انفكشن فده تبدأ تدخل الموضوع ان يكون فيه فتبدأ تقول مثلا ان هو او كده تبدأ بقى تاخد عنده بعض الحاجات تانية عشان تستبعدها مثلا ممكن يكون الموضوع ده اللي هو الايبين ده يعني تبدأ بقى تشخصه بتاع تلاقي ان هو اكون جنكتوفيتس طيب بعد كده بيقولك الايبين ممكن نحس فيه اتشنج اتشنج اللي هو الحكة هنا كنا بنقول دسكمفورت مش مرتاحة هنا بقى بتبدأ تهرش عملا تهرش في عينيها او عينيها بتاكلها عينيها بتحكها بتقولك البين بقى بيعباره عن اتشنج تستشارج بتبدأ بقى تبدأ عينيها تدمع وتلاقي ان عينيها حمرة وفي نفس الوقت تسعاد تحس ان عينيها جفة كمان فده اسمه ده اللي هو الالرجي كونجنكتوفيتس هل تسألها مثلا هل الموضوع ده بدأ امتى الانسة بتاعه هل الموضوع اكيوت ولا جرادول هتبدأ بقى تسألها ديوريشن بقى له هده ايه جاي في وقت معين طب هو بيزيد في الربيع مثلا هل حضرك بتلبية ايلينس فهي اللي عملالك اريتيشن في عينيكي او اتش اهي اللي عملالك الارتشنج ده هل تعرضت الترابه حضرك سيئة مثلا اه كده بتبدأ بقى لحد ما نوصل المسلا هتقول لنا ان لا ده الموضوع ده بيجي لها في سيزون معين اللي هو الربيع اه ومسلا انها بتتعرض بتتعرض بيجي لها بشكل موسمي او ان تبدأ بقى توصل لنا للحاجات اللي عندها السمطومات بتاعياتها لحد ده متأكد انه ده بنتكلم على ايه في الاي بين في الاي بين اللي هو الاتشنج الاتشنج احنا كده تتكلمنا على الاول عن طبيعة القلم نوع كان عباره عن الاتشنج ببرضه نTT in بيعي من يكون بلفرايتس بيلي في السنن اللي هو عنده حب شباب الاتشنج قدم nessa فده بيجي كمان مع الايه مع البلفريتس بتلاقي بيجي اشتكي لك يا دكتور انا عندي بلورد فجن مش شاف كويس او عندي نانية عمالة دم عمالة دم عطري اي عندي كمان ان انا عمالة بيرنينج بيني يعني عمالة بتقولني عمالة بتحرقني عندي جريتنس ايه جريتنس ده عبارة كأنه حاسس اني فيه طراب في عيني يعني فيها حاجة محبيبة كده بتدايق وبتلاقي نيريدنس يبانا كده عندي كم حاجة تميزه لي عن الرمض الربيعي اللي هو سيزنال او الالرجي وانا الالرجيك تبيد ايه بفصل معين وبعبارة عن اتشنج ووطري وبرضو هنا بقى في البلفريتس بتلاقي ان معيها بلورد فجن تلاقي معيها وطري اي وبيرنينج وجريتنس موضوع جريتنس مواز فيها شوية وريتنس وكمان بيميزها ان انت بتلاقي انه عنده حب الشباب ومسلا انه عنده ايرو رفريفركشن بتلاقي موضوع البلفريتس وبتلاقي على رمشه بتلاقي ان فيه زي زي سكارز كده او بتلاقي زي اشترا معينا في عارة رمش بتاعه جميل بعد كده احنا ك كده قلنا حاجتين في البيين اتشنج اللي هي في الاي بين موضوع الاتشنج اللي هو الليرجي كونجنجيفايتس والبيليفرايتس طيب بعد كده نتكلم عن الاي بين من نوع اللي هو استيكينج طيب المهم يعب عبارة عن ايه الدكتور رسمنا لنا صورة دبوس دبوس ازاي او مصمور بيقول يا دكتور ده كانت كأن في مصمور عمال يغبط في عيني او كأن في دبوس عمال يشك في عيني هنا بقى نبدأ نقول ايه هنشوف اللي هو كمان بتلاقي ان عيني فيها ايه ووتري اي فانده اول ما يقولك كلمة دبوس ديت على طول ايه يجي في دماغك كورنيا اول ما يقولك دبوس ديه في دماغك الكورنيا على طول طيب لسيجينجبين بيقولك بقى ان انت تقلم الكورنيا بالذات لانها ممكن تعمل كيراتودس الكورنيا دي من اكتر الحاجات اللي حاسسة بالجسم فانده تقلق من موضوع ايه الدبوس ده فتاخد بالك يعني تبدأ بقى تروح يامل الكورنيا وكده انتелейا ويدور تشروسك على هناك يعني بتلاقي معها النحل الحاجات التانية مع الستيكنجبين ده بتلاقي انه عنده وسيطر بقى التي عندها فوتوفبيا زي المصورة اللي قدامنا البنت مش طيق السيمسة خالس بتلاقي حتى زي الصورة الا الا على الشمال خالص ديت بتلاقي ان هي عنده فيها زي النقط الستود اللي في عينيه دي كان دك rectangle بيقول ان هي كان gagner اللحم بيعملوها فبدلدكتور حتى كان بيقول عن ندية انها بنشيلها ازاي بنشيلها بالقبرة بتاعت الياسولين كمان بيقول لها كان الناس في الشارع بيشوروها بالطرف الفلوس الجديدة كده بيروحش ايلنها دي كلها عبارة عن ايه عن دي الحاجات اللي بممكن يجي يشتك بيها البشنط اللي عنده بتاع الاي نحن نقول بيروحي متل كورنيا وانا بسأله لو كان بيلبس اي لنسز ليه لنسز بتاعت العين ولا لأ لان برضو ديت اللينسز بتأثر على الكورنيا فهي ممكن تعملي المانفيستيشن دي بعد كده الاي بين البيرستينجي بين بيرستينجي بين يعني بيقول ان عيني هتنفجر يا دكتور انا خلاص حيسس ان عيني هتطلع برا هتنفجر و جاي ليه بهدك جامد قوي طب ده بابدأ اشوك في ايه اول ما يقول لي هدك بيرستينجي بين يجي في دماغي حبة حاجات ممكن مثلا الهدك ده يكون عبارة عن جولوكوما اكيوت جولوكوما ديت عبارة عن ايه بيقول لك ان هو بيقول ان هو شايف ان الدنيا حواليه كلها برا عن سموكينج كده في الدروم كيانه في قوضة والقوضة دي مليلة دخان وبنفس الوقت راسه مصدقة جامد و كمان عينيه حاسس ان عينه هتنفجر ايه اللي بيوجعه اكتر و كمان بيبقى مش شايف ايه اللي او حاسس ان هو مش شايف كويس اكتر حاجة بتجيلي بيها البين لانه البين في الحالة دي اكتر حاجة مش محتملة ان هو بيقول لك بيرستينجي يعني كأن عينه هتنفجر وتلاقي ان عينه حمرة جدا و بتلاقي ان هو عند زي كريسد فيجن و بتلاقي معي كمان ابدو من البين و اضر جي اي تي سيمتومز مي اكتر زي الفيجر استيميليشن ممكن انا في الاستقبالك في الطوارق جالي بيشانت يقول لي يا دكتور انا بطني بتوجعني جامد و عند جي اي تي سيمتومز و كده انا لو مش واخده بالي ممكن اشخاصه ببطيك ألثر اشخاصه بحاجة في معدته يعني مش هيجي في بالي موضوع اللي اكتره الهكومة ده اوي انا بقى له دكتور شاطر هقول له يا دكتور هقول له حضرك يا فاندم بتشتكي مثلا من ايه بالظبط ايقول لي در مطني بتوجعني و بتاعي طيب شايف كويس عينك عينك بتوجعك اخبار عينك ايه اقول لي والله انا حاس ان انا عيني بتوجعني جامد و مصدع وحاس ان انا مش شايف كويس على طول اروح امحوله على دكتور بتاع العيون عشان موضوع الاكيود جلوكومة ده خطير و كده في نفس الوقت اللي بيكون ايه احنا قولنا هو سموكت فيلد روم الاوضم مليئة كانها مليئة دخان كأنه مش شايف كويس و مصدع جامد و بيجيب بطن واجعه و دقاي و ديكتوريز دفيشان جميل ده كده عن موضوع الاكيود جلوكومة طب هل هيديك ده ممكن يخليني اروح على حاجة تانية قلقى انه مثلا ممكن يكون ممكن يقول لسم موضوع البابل اديما لوجدين هو الاطرق رينيالOOOOOOOO8 teachами عنده زايد فبتحس انه بيحصل عنده عنده البابل اديما بيجيبارا نازل beans�ะ ان THEOptic nerve أصلا عماله حالي فبالتالي الممكن عمله limit فبالتالي لو اداف الاطرق ده ف facilitانية هوى البابل اغرار سورة العليميون في ال،وسط معناها ان فيه برضو او بص او كده. والصورة اللي تحت ديت فيها عبارة عن وطري اي او ان هي ملتابة شوية. فانبص على ايه? عن وطري اي ديت يعني هو بيقسم لك هنا اسمه ايه? يعني هيقال ان هو ممكن يكون وطري وممكن يكون يلو او جريد. الوطري ده بيبقى عبارة عن ايه? بيقوله عبارة عن حاجة حاجة بسيطة شوية يعني ان الفيرل ما مش مش هيعمل بص. احنا عارفين الفيروس مش بيعمل بص قوي يعني. او موضوع زي بتاعة الربيح اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. او ومسلا عيونه عمالة بتعمل او كده. بعد كده يجي يقولك انه عنده وازاي في نفس الوقت عنده وطري ده. موضوع ده انه عنده اللي اسمع ايه? الطبقة اللي هي اللي فيها الايلي ديت دي بتكون مش موجودة. فغالبا فبالتالي هو الطبقة الايلي فيها مشاكل. فبالتالي هو عنده دروي او يعني هي جفة مش محتفظة بالمية. بنفس الوقت بيروح استيمولاس للاكريمال جيلانت قولها ده ده العين فيها العين جفة خالص. احنا عايزين عايزين يكون فيه الكريميشن. بتبدأ تنتج اللي هو الكريميشن. بس عبارة عن مية بس وطري. فيبدأ المية دي تنزل تاني. فهو يقول لك يا دكتور انا جاي بدمع ويعاني عمالة الدمع جامل وحاس بحرقان. فانت تكتب له مثلا ليه ايه الحاجات اللي هي البديل للدموع والحاجات اللي هما بيدهالنا بره دي. فيقول لك يا دكتور انا بدمع كاتب لي حاجة بديل للدموع ازاي? هو اصلا بيدمع ده الدموع اللي عنده دي عبارة عن وطري. وانا هو مفتقد المادة اللي هي الاويلي. فانا عايدة بديله المادة الاويلي. ده دي الفكرة تقريبا يعني. ده كنسؤال بيجي على بالي انا اصلا. طيب ادي الصورة اللي على اليمين بقى بيقول لك ده يلوش ديستشارج او جرين ده عبارة عن انفكشن او بكتريا لانه بص. بكتريا اللي ميدي لون البص. فده بكتريا. قادل كونجنغفايتس لكريم السيستم القرنية ده فرقلك بين الوطري وفرقلك بين الايه بين اليروش بالجرين. بعد كده قادل الكاليزيون اللي هو الكيس الدهني. الكيس الدهني ممكن شوفناه كتير قوي وساموه باسماء مختلفة يعني. طب الكيس الدهني بده بيميازه زي بيجي. يقول لك يا دكتور انا عندي زي حبات ترمس موجودة تحت عيني او ان هي جامدة جامد لانه قادر حتى يعملها ولو انا ضغطت عليها البشنط ده مش هيشتيكي ومش هيقول حاجة لانها مش واجعية. ما هو جاي ليه يقول لي اصلا ده بقى لها كم اسبوع. موضوع فيها كرانيك شوية. فهو بيقول لك انه بدأت تضغط على العنيه. بدأت تضغط على العنيه فحاس انه مش شايف كويس. مزغل له. مضايقاء. او معنى تاني من النور العليق خيلاني. فهو بيقول لك هليه بتوجع ولا اه? هيقول لي لا مش بتوجعني او هسأله هلأ مسترع على الرؤية عندك? فهيقول لي اه ده عاملاني مسلا ايه? حاسنا مش مزغل لكده. الصورة اللي تحت دي بقى قال لك ان ديها تريد اي. يعني بقى ليه? اللي هان الحمراء. في فيلم جامد على فكرة او بسمعه. طيب الريد اي بقى بقى كده بيقول لك ادي اللي ممكن نشك فيها. او اللي حضرك واخد خطة في عينك هي اللي عامل لك اللون الاحمر ده. هل هو مسلا? هل هو الموضوع ده لو هو معه بين فالموضوع هي دوا الدينية مثل هل هو هل هو معه انفكشن لو انا لقيت معه انفكشن لو انا لقيت معه او ممكن حتى يكون هابدأ اسأله مسلا لو هو مسلا هو عنده هايبر تنشن. ان الموضوع للناس اللي بيبعهم هايبر تنشن بيجي معهم الموضوع ده. او ممكن اسأله لو هو مسلا عنده اي بلد نجتين دونسي اللي مسبب له الحوار ده برضو. او وشوف بقى الموضوع ده ايه? جميل. بعد كده دي كريز ديفيجن. هو جايه اللي يا دكتور انا بايتش اشوف كويس زي الاول. يا دكتور انا حسنا عيني مش جايب الحاجات البعيدة. ابدأ اشوف اللي هو الايتش بتاعه يونج. ابدأ اعمل له نظهر عادي. اللي هو ابدأ اشوف في المياه البيضة اللي هي الكتوركت. الانست بقى. من امتى حضرتك مش شايف كويس? حضرتك من امتى بتشتكي بالحاجات دي? اه دي ديوريشن سوري. الانست بدأ بشكل اجراد ولا ولا حضرتك من مبارح مثلا تشتكي الموضوع ده. الموضوع اكيوتي يعني. طيب بعد كده حضرتك خطة خبطة في الخبط دي الماسرع بتاعتك. عندك ديوريشن ده مفروق منه. لان احنا عارفين اصلا ديوريشن ده مفروق منه. لان احنا عارفين اصلا ديوريشن بيأسرع كل حاجة بالجسم ومننا هو الحاجات دي. الميديكيشن اللي هو اخد ده وعنده عنده منه او او عمل عملية قبل كده. جميل. تعالوا بقى نتفرج على الحب من البشنط بتاعنا عشان برضا رجعتين نحس ان احنا ايه من مارس المهنة وبتاع. ادي بيقول لك البرارد فيجن. موضوع البرارد فيجن ده كبير. او يعني مسلا بالنسبة للصغيرين بيحسوا ان هم مش شايفين من بعيد. انا انا جايب الحاجة دي من قريب مش جايبها من بعيد مش قادرة اميزها. اما الكبار غالبا بيعندهم مشكلة في القرية اكتر ما هم عندهم مشكلة في العماكن البعيدة. دي بالنسبة لموضوع الجلسز يعني. الكاتركت بقى بيقول لك بيقول لك ان عمبارة عن الموضوع بيبقى الكاتركت ده يعني ايه شوية شوية كده اا والموضوع بيبقى خالص. مسلا. بعد كده بقى بيقول لك ايه غالبا موضوع بيقول بمعورة طبط بالضايبيتس عشان كده لازم البيشنط اللي عمد ضايبيتس ان في حصله ريتنا بشكل مستمر. علشان لو في اي حاجة اللي حق اخد بالي منها. ادي بقى بيقول لك ايه موضوع برضو سيستيميك ديزيز اللي هو عنده ضايبيتس او هيا برطنشن او كده. ده بقى يقول لك ادي بيوريك في الصورة دي اه احنا غالبا مش هنعرف نميز الصور قوي لان احنا لسه ما ما اقنوش في الموضوع يعني بس ناخدها كهينة تعانها سريع. ده بيقول لك ان انت عندك رابد عندك والفترس اصلا ده بيبقى لهو اللي هو بيبقى جلي ده وبعد كده بيتحول بيحصل لهو عن سنة الاربعين وهكذا او الخمسة واربعين تقريبا. بيقول لك انه لو حصل في امروز بيبقى رابد رابد وبينلس وكمان بيعمل لك رابد بينلس دي فيجن في الناس اللي عندهم ضايبيتس. يعني بيقول لك يا دكتور انا عندي مرة واحدة حسيت ان انا مش مش شايف كويس انا والله كنت باشوف في الاسبوع اللي فات كنت شايف كويس الاسبوع ده مش قادرة اميزها. فالموضوع رابد وكمان طب عندك وجع او عندك حسيها او عندك حاجة معينة ايقول لك لأ طب مسلا حضرك عندك سكر او طب نبدأ بقى نشوف نبدأ نبحثه فنلاقي ان هو عنده فيتراس هاموراج. بعد كده ادي بيقول لك ممكن يكون عنده ماكولار اديمة. اه بيقول لك برضو نفس الفكرة اللي هو جرادو اللي هو بينلس بس بيقول لك ان في الفيتراس هاموراج ده كان موضوع رابد. فيتراس رابد. اما الماكولار ده كان جرادو والبينلس برضو في الدايباتيك بيشنط يباحنا لازم نستطيع من كده احنا مفروض نتابع ديباتيك بيشنط باستمرار. او ريتنا لدي تاتش منت اللي احنا بنقول للمورود ده ده بيبقى صدا ديكريز دي فيجن ومرة واحدة بيقول لنا مش شايف كويس او كده فممكن يكون الموضوع مع تروم او تريجي او ريتنا لدي تاتش منت وهكذا. بعد كده دابل فيجن اللي هو الايه السكوينت الحاول. اه بيقول لك بقى ان بنشوف الاتج بتاع قد ايه هل ده صغير ولا كبير. بعد بيقول لك ايه ااه عينيال اثنين قريبين من بعض فم بيقول احنا مش عايزان نتقابل تاني. بعد كده بيقول له بنا بط اي بتاعي طيب جميعا. آآ يبقى اصكوينت بقى بيقول لك ان هو عنده اي ريفريكتب قلوه انه عنده مشكلة انه مشايف او انه شايف صحت اثنين او انه مشclipse ده عامل له مشكلة او انه ممكن يتخبط في حاجة او ناتا حاجة ناتيجة الخبطة. الخبطة دي اعلى او ماشي. دي عبارة عن ايه? عبارة عن نوع اه ساعات كده تكون قاعد فتحس ان في قدامك حاجة الحاجة دي تزغل يعني شد بيسموها ايه زي زي قدامك بيقولوا عليها زي قدامك وهتحس ان هي حاجة بتضيئك. زي مسلا بيبقى انه فلاش او كأنه برقة او كأنه زي دبانة قدامك بتاعك كده بتحس ان فيه نقطة صودة قدامك دي كده. زي مسلا الهاي مايوبيا او مسلا ممكن نشركه في التروما او نبقى ازر سيستامي جديد زي ايه الضيبيتس وكده. ده كان الجزء اللي الدكتور قال عليه في التهورية اللي يعني حاولت اهضح فيها لقدم قدر وهكملكم بازن الله بقى من من الكلام اللي فرغتوا ورا الدكتورة الهام. وهو تقريبا اللي سجل بتاع الدكتور الهام ده ما كانش يجيبهم الاول بس يعني هحاول ايه اه هقولني يعني من الاول جزء اللي انا سمعته. يعني حاولت افراغ افراغ يعني. بقولني ايه ان فيه سمتوم زي 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 او او اما السمتوم اللي هي الحاجات زي ايه? زي ايه? زي او 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 بعد كده بيقولك ما انه مسلا دي الحاجات المستقومة اللي تيجي بيها حتى الدكتور كان بتقول لو انا مسلا عندي فيلايات بتاعتي اه عند فيلاياتة بتاعتي كم اه عشرة قاعدين فانا هاخد اه عشرة فانا مسلا اه هشك ان سبع منهم جيين ببلار دفيجن او دكريز دفيجن بيقول ليه ديمينوشن او فيجن مش يعني حس انه مش شايف كويس اه او او الدنيا عنده قلة شوية الفيجو واللوص بقى اللي هو مش شايف خالص اللي هو ابيض يا ورد او اسود بقى بمعنى تاني طيب او مسلا يكون عنده ايه بيشوف بالليل كويس يعني هو عنده مشكلة مع مع ضوء مشكلته كبيرة مع ضوء فهو مش شايف كويس بالنهار فهو بيشوف بالليه اللي احسن زين جماعة القلبين اللي هم عندهم مشاكل من يعني عبارة عن الفوتوفوبيا شوية بس مش قوي يعني اه ده بيبقى عنده غالبا المشكلة في الميلايينين يعني بالنهار بقى لو انا مسلا اسطله اه عملت رؤية نظر بالنهار هلاقي انه مسلا ممكن يشوف اول صفين بس لو شددت في السطارة او او ان انا حاولت اخلي الاضاءة دي اقل هيبدأ يشوف اربع صفة فعرف ساعتها انا ان المشكلة عنده في النوع عنده طيب جميل اه بعد كده عندي حاجة اسمها ريتنايتس بيجمنتوزا ريتنايتس بيجمنتوزا دي بيقولك ان البيجمنت بيتجمع في ريتنا بس في البريفرال بارت في المين في المين بريفرال بارت في الباقى ريتنا فحادقة العين ساعتها بقى بتوسع فما بيكون مش شايف كويس ده بالليل اما بالنهار بقى بقى العين بيبقى صغطنا كده من الشمس بعد كده بيقلل بيحاول بقى يقلل فالموضوع التجمع ده بيقل شوية فبيكون بيشوف عنها رحلة احسن يعني فالمهم ان احنا نعرف بقى بيشوف بالليل اه احسن قصدي ده بيشوف بالليل اه احسن يعني طيب بعد كده الموضوع اه هزا بعد كده بقى موضوع الموضوع موضوع الاة الفوتوفوبيا الموضوع الفوتوفوبيا. ده برضو موضوع الناس القلبين والعين بيدخل بعد كده الدكتورة بتقولك بتدي معلومة يعني ان العين بيجيب اكتر من يجي يشتكي مسلا يجي يشتكي 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 ببين يجي يشتكي بمسلا بيستشارجوها كزا. لكن في ساعات حاجة معينة زي اي دياجنوزز يعني زي اي حاجة لا في سبوت دياجنوزز تيجي قدامك تحلف عليها بالعشرة ان ده مرض كزا. اه بعد كده بيقولك ما بتتكلم على الفيتر بتقولك ان هو عبارة عن جيلي بيحصل بقى عن سنة الاربعين. اه بيقولك بقى لو مسلا عندك اللي احنا كنا رسا بنتكلم عنها بتقبع عبارة عن خيوط عن كبوت كده. اه سببها الاساسي اللي احنا كنا نتكلم عليه. طب احنا بقى بتقول ان احنا لازم ناخد بالنا من الموضوع عنده ده نتيجة بتاعت الفيترس. اه نتيجة بتاعت الفيترس. مش ما لهاش علاقة بالريتنا. فناخد بالي اعمل الفحص عنده عشان استبعدها واعملها اه واقول له خلاص حضراك عندك ديت موجودة موجودة بشكل مستمر بس متقلقش منها ما عنداش مشاكل. بس لو سمحت تيجي تتفضل علينا وتيجي لها ده كل ست شهور عشان نبدأ نعمل فحص ونشوف بشكل مستمر عشان ليه نستبعد اي 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 بروبلم اه وكده عشان لو فيه اي ريتنا لتتش منه نحاول بشكل سريع نعالج الموضوع يعني قبل ما تعمل عندي مشاكل. بعد كده بيقول لك مسلا تيجي حد يشتكي منك عبارة عن اي عبارة عن اي عبارة عن يعني زي 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 اللي عارفين ما ما بتشوف الضوء حوالي الوان كتير مختلفة كده عبارة عن زي هلات حوالين حوالين العمود النور مسلا او اللمبة او كده. دي غالبا بيجوا يشتكوا منها الناس بتوع الليزك او عمالين يخافونا منه. بيقول لك بقى من بيستمر الموضوع من شهر لسة شهور. زي مثلا بيقول لك ان لو حد تاني عنده ستشارج ده بيبدأ يكسر الضوء برضو بيعمل لك موضوع ده او فيه بيقول لزي عبارة عنده بيحس ان كأن الفلاش ضرب في عينيه او كأن عبارة عن زي زي برق كده من كنت بشقول الدكتور كان جامع في البزاعة كأن برق بيعد قدامه. فالموضوع ده الدكتور بتقول ان هو مرعب جامد. لو بيقول لي يا دكتور في فلاشز انا عبدأ بقى حطيلي على قلبي. واو. فبيقول لك في نفس الوقت لك ان انا ابقى متطمن لان مدام هو جالي الحمد لان احنا نحاول ان نلحق الحالة على قد منادر قبل ما هتبدأ تدخل مني في كومبليكيشنز وهكذا. ااا اا اا ومنع موضوع ريتن هالدي تاتش ميند ده. معا ثاني حاجات مسلا ممكن يجي اشتكيلي من اين دركس بوتوف فيجن. يقول لي يا دكتور انا قدامي في نقطة معينة اا نقطة دي مضايقاني. يعني انا مسلا انا عادة اوقت بيوص على الكمبيوتر النقطة دي قدامي. عادة بيوص يجي يشتكي بيها. اما بالنسبة للموضوع ده الموضوع ده بالنسبة لفيلد دي فاكت. احنا عارفين الفيلد طبعا. احنا عندنا فيه فيلد معين بنشوف فيه. فهو لو حصل فيه دي فاكت ببدأ اه اشوف انا اللي هو موضوع ده. بابرة عن نقطة صوت رايحة معي مكان ما بص. بعد كده بممكن يجي مع الكلمة دي مكتوبة غلط معلش شي. اه لو بيقول ان انتيجة يعني حاس ان هو مش شايف كويس. وعبارة عنده مش عاوز يلبس النضارة. ينكسف يلبس النضارة. بيتعرض لتنمر. اه فالموضوع ده بيبدأ يبدأ ما يلبسش النضارة وينزل فهو مش شايف كويس. فعشان يشوف كويس بيبدأ يعمل اي كونتراكشن. فالسلية يري ما اصل عمالة تعمل كونتراكشن. بعد كده ده يهدأ. موضوع مستمر عينه مستحملة يوم يومين تلاتة. بعد كده اوصل لبرحالة اسمها مصل كونتراكشن. يعني ايه الحاجات اللي ممكن ديك في الايلاشيز. ان ممكن يكون عنده صف من الرموش تحت رموشه كمان. اه ده بقى الصف اللي تحت من الرموش ده عمال يجرح في الكورنية. عمال يجرح في الكورنية. او معنى تاني يعني. فده تعمله ايه تعمله بقى بعض المانيفستيشن زي فوتوفوبيا او تعمله عمالة عمالة تجرح في الكورنية يا عمالة كأنها دبوس عمالة اخرم فيها. او حتى نوع عمال يدمع من قطر ده او من الحاجات دي. وممكن تلاقي من عنده الايلاش زي ما احنا كنا لسه بنقول في الموضوع انها فيها بعد كده الايلت. الايلت بقى بيقولك اه ايه الامراض ممكن ديك في الايلت زي الكالازيون اللي هو الكيس الدهني اللي احنا لسه بنقول عليه. او الانتروبيان لو بتلاقي ان الجفن كده عامل آآ رولنج آآ آآ فهي انتروبيان او اللي هو احنا بنتكلم الصف اللي على الشمال ده دوت آآ اللي هو السيمطوم او القاضي الصين والعليمين ده السيمطوم. او اسمه بالعناب العربي واسمه بالكلام بتاعنا يعني. انتروبيان ده رولنج ان او اكتروبيان ليه رولنج او. او او كلمة بقى بتكتب ازاي بس مش هي اللي انا عارفينه يعني. اا او هي مش عارفة. اصلا انا اسماتي الدكتورة بتضغط ايو على الاو. اه اللي هو اللي هو توزس اللي هو تدلج جفن يعني او اللي هو جفنه جفنه نازل شوية او كلمة يطكتور بتقول نوع يعني حاجة تسقط من مكانها زي ما حد بيعمل ضايت جامل فتلاقي ان هو عنده حصل له توزس في الكيدنيو هكذا. فبيقول لك بقى احنا بنورفل توزس في العين ليه بريفرو توزس بريفرو ليه اصلا كلمة آآ كلمة آيلد دي يعني. بعد كده بقول لك واحد يجي يشتكي من من سبازمة او اتشنج في الآية زي لو بنسميها حاجة اسمها مايو كيميا. آآ ففي الحادة دي الدكتور بتقول لازم نطمنه ازاي بقى ايه موضوع الموضوع ده يعني مثلا بتقول غالبا احنا ما بيكون آآ عندنا امتحان او حاجة بتلاقي تحسس ان عينك بترف او جفنك بيرفر اعمال يعمل كده. فالموضوع ده بيبقى نتيجة نتيجة ان انت خايف او عاندك حاجة صايفك شوية فالموضوع ده مش ديزيز قد ما هو ديس اردر فانت حاول تطمنه وتقول له دي مش حاجة تقلق او بتاع او مثلا متكون مطبق بقى لك كم يوم او مثلا متكون شارب اهوة انت اصلا مش بتشرب الحاجات دي ومش بتعود عليها ايه. بعد كده بيقول ايه يقول يا دكتور ده نعم ده نجفني احس انه مش بيتحرك معي كويس انا حس ان انا عيني بتنزل بعد كده جفني بينزل بعدها يعني الموضوع ده غالبا في موضوع زي السايرو توكسوكوز بتحس انه غالبا دكتور بتقول زي ما يكون عينه بتنزل بس جفنه بياخد بعدها بحبة يعني بياخد وقت على ما ينزل. بعد كده بعتتكلم عن الاوكلار سيرفس اللي هو ثلاث حاجات بيعمل بقى ريدنس او بيبدأ يعمل ريدنس اللي هو حمار او مثلا كلمة دكتور بتورينا غالبا يعني مصطلحات نعرفها ريدنس اللي هو الطراب كده او فورن بودي سينسيشن حاسس ان في حاجة في فورن بودي يعني ام فورن بودي كان بيقول عليها اللي هي اللينزز. اا وبعد كده الهيموراج بيجمنتيشن اللي ما كنا لسه بنتكلم عن الهيموراج الوقت حتى لو لونها ازرق او لونها احمر او لونها او لونها بنية او كذا او اي سورنج في الاي يعني. هو الموضوع يعني اعتقد ان الموضوع كله عبارة عن تفتيح كلام. اا كل الموضوع ديت يعني درسناها او هندرسها بشكل متوسع باذن الله. بس يعني اا الموضوع تفتيح كلام والموضوع بصراحة ممتع شوية. فربنا معانا يا رب اه اتمنى لو كنت استفدتوا بحاجة تذكرنا بدعواتكم. وبس كده اتمنى وكنش تقيل عليكم. السلام.